السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم اهاب محمد من القناة وين اكون نكرر النهاردة هنشرح اللي موجود مع شوية اضافات كده يعني ممكن اعمل اكتر من فيديو ان شاء الله عشان نقدر نفهم الحاجات الجديدة كلها. اولا الايفنتات اللي موجودة هنا وموجودة ناحية التانية من دي عبارة عن ايه دي عبارة عن مجموعة وحوش بتاعتلها زي كده مسلا اه سانية واحدة اه زي كده مسلا دول بتجمعهم دول بتجمعهم من الوحوش تمام وبتقدر بعديها اه بتضربهم يعني بتاخد مكانها نجوم يعني مكتوب عليه ستة ده هتاخد ستة نجوم من دي طيب دي افادتها هنروح على كده تمام اه هنا اهو اهو زي ما تشايفين بتحولوها طيب هنا بتتحول لك للي هو زي ما تقول الاستونات اللي بتزود اه النجوم بتاعت الحاجات الصفرة اللي هي اسكلات الصفرة اللي هي دي تمام زي كده مسلا اهو مسلا اللي عايزين نعمل دي هي زي هنا مسلا بس طبعا انا مش معايا ممكن اوضحها لكم بال بالزرقة اهو بالمنظر ده زي ما انتو شايفين هتفلت طبعا يعني المهم بعد كده دي هنا دي بقى انت بتدوس عليها بتجيلك اي حاجة وانتو حظك هنا بتدوس عليها بتختار اللي انت عايزه بالزبط انا عن نفسي لما اجيبها ان شاء الله فضيلي بتاع سبعمية يعني عبارة من يخلص هكون جايبه يعني عشان اقدر اجيب اللي هي اه بتاعت عشان بيزودلي ضربة في الوحوشة تجي لما تجمع منها مية تقدر تجيب سوبر 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 يعني هنا طبعا دي لمدة يوم دي كسب صورة سبعة ايام ده جرمنات خمس نجوم عندك اللي هي بتبقى معاك هنا اه بتبقى معاك هنا اه زي ده مسلا اهو تلت نجوم دي خمس نجوم وعندك زي ده مسلا اهو وعندك كمان اللي هو دي وعندك كمان طب تمام هنا طبعا دي بتاعت شي اه ده هنا ستونات ممكن تجي لك ستة اه هنا وهنا تمام من الف لأكتر تقريبا طيب اوك هنا لما تقدر في الوحوش يا جماعة اللي هي زي دي اللي بتجيبها او تجيبها بتعمل ايه معاك اولا بتقدر تاخد بها نقاط هنا تاخد بها جوائز من هنا مسلا يعني انا مساك افضل بتاع اربعين نقطة واستلم الجوائز دي تمام اتنين وخمس تلافة شي نفس الحوار الناحية التانية تمام نفس الحوار الناحية التانية اجمع اربعين وااخد بعد كده الرنك طيب اوكي هنا نظام يعني اللي هي اطل اكتر من الحاجات دي ويجمع النقاط كتيرة جدا يقدر بعد كده ياخد بها رنكات الرنكات تاخد اول واحد خمسين الف تمام اه بعد كده اه اه اقدر تدوس على الناس دي وتاخد منها جوائز كل يوم اوكي طيب اما تجيب دي هتبقى عبارة عن حاجة سودة كده يعني شكل سود كده وتدوس عليها اهو زي ما انت شايفين هنا ندوس على اهو ونخش على تمام ده مش عارف ليه دخل معي بس وخلاص يعني عشان هو معي في التيم اوكي مفيش مشاكل هنفضل نضرب اوان سي ويدرب اوان طعبال ما نفهم اي حوار الجديدة دي تمام اولا كده يا جماعة نظام ونظام ده نظام جديدة جدا نزدد في اللعبة بتزود لك البريك والاتاك والاسكليتين الجودات زي ما انتو شايفين اهو الاسكليتين دول تمام اه الله مصير على النبي اهو تمام هنخش من هنا هنشوف اولا ده تقدر تجيب الحاجات دي كلها من الماب الجديد اه لو تغير مكان الماب اللي جاين دي تقريبا المهم تقدر تجيب بعد كده حاجات بالحظ يعني اعلى حاجة فيها اللي هي السوبر اللي هي بزود لك كل حاجة تمام دي بزود لك زي ما تشافينا بتاعها زي ده مسلا اهو زي ده مسلا بس طبعا في اللي معها سوبر فمش عارف كلمة واحدة تانية تقريبا لا مش معي واحدة تانية تمام اه مسلا نشوف اهو نكشف على ده مسلا نكشف على ده اهو نشوف كده استنى اكشف عليه اهو زي ده مسلا مع اهو بزود وهو اخدها فيه سوبر طبعا مش عارف ازا كان فيه اعلى من السوبر ايبك او حاجة زي كده وسي ده تقريبا اعلى حاجة ايبك او السوبر يعني المهم نزام الاسكلياتي الجديدة جماعة هو عبارة عن كل شخصية لها واحدة بتبقى تستعملها واحدة بتبقى زي ما توق كده او بتبقى تأثير مختفي تمام يا عاملة زي ايه زي السيف اصلا زي الاسكليات دي مسلا عندنا ايه زي كده مسلا زي الاسكليات دي اللي سا بحاول لحد دلوقتي فاكسدها اهو تمام اه بعد كده هنا مسلا ازاي نقدر نعمل للاسكليات دي اين هو زي ما وضحت لكم الموضوع اهو في انواع كتيرة جدا مختلفة من النظام اللي هو الريلك والكلام ده كله والراينز اولا دي عبارة عن كزا او كزا حاجة يعني زي ما نشافين اهو 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 محترم جدا ان اراجد ده بجد يعني شكرا ليك تمام اهي الاسكليات مختلفة اهي كل واحدة بتزود اكس بي كيلر وبش كل واحدة ليها حاجة معينة ايه اللي بتزود ضربة الوحوش اللي بتزود صارت اللي بتزود الديفنس اللي بتزودش عارف ايه كلام ده كله طيب تمام اه بعد كده هنقدر ازاي نقدر نجيب يا معلم منك ليه اللي مصلى على النبي نستنى كده طيب نشرح حاجة كده في السريعة يا جماعة لجاية ما نشرح لكم بقية الايفنت اه زي ما تقول كده انا جمعت رباق بايت كان هنا واحد ستين بايت خمسة وسبعين مفروض يعني يجمع اكتر ممكن الحاجة دي بتعمل على فكرة وتشتريها وتقدر تضرب لوحوش نخش على الماب دية نفهم بس حاجة هنا ازاي نقدر نجيب الكاز دية عن طريق اول حاجة خمسين الف سباس خمسين الف سلفر عفوا اه بتجربة بحظك اه يعني خمسين الف سباس بتجيلك دائرة كده بتحولها بعد كده بمية طورة ربعية حاجة وانت هو حظك ممكن تجيلك سوبر ممكن متجيلكش اي حاجة طيب النظام التاني ان انت تجمع كريستل او زي كده مسلا تحول دي كده اهو هتحول لك تمنتاشر واحدة يبقى فضلك بتاع مسلا السبعين او بعد ثمانين وبعد كده تحولها وتجرب حظك برضو ممكن تجيلك سوبر او او متجيلكش اي حاجة عدد ساسم برده طيب هنا الكريستالة دي يا جماعة اللي هي في حاجة اسمها اللي هي عبارة عن بيضة ملونة كده اللي هي مسلا مش معي هنا تقريبا بيضة ملونة كده بتدوس عليه هنا بتقعد تجمع فيها بس بتاخد رينكات زي ما تشايفين اهو هنا انا وضحت الحاجات دي في الفيديو اللي فات طيب اوكي نطلع كده عدد راجون ايلاند طيب ايه اللي انزمة دي انزمة جديدة جدا مختلفة المهم يا جماعة اللي عليك هنفهم اي حاج جدا في السريع بلوف دوم دي ممكن تجيب مع من مابيك جديد انت وحظك الا الاسكلات دي بتجيلك هنا كاتف شنطتين في الايتم برضو انت بتجرب انت بتختار على حسب شخصيتك انت ونصيح لو انت اخترت شخصيتك ورفعت البلص ما تحاولش تغير منها نصيح يعني هنا بتزود بتاعك انه تقريبا دي اخرى لفل تسعة ومش عارض كان الباقي لفل سبعة وعشرين حاجة زي كده اه بتقعد تغير او تزود كل ما بتزود معك في كل ما بتزود معك في طيب كل شخصية لها اسكالة معينة مختلفة انا حاولت اشرح على قد ما اقدر الموضوع اصلا بسيط ومش محتاج الموضوع بسيط ومش محتاج اهو زي ما انت شايفين اهو بيقعد بتاع خمسين سنة او عشرين سنة زي ما انت شايفين اهو بعد كده بيروح مختفي ستة ثواني او خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد طبعا عشان مش بلصة عالي فهيديني متة الف بس في التأسير لو بلصة عالي هيبقى تلتمية وستين الف. اعتر استنى خمسين سنة عشان يقدر استخدم ده تاني. الحاجة بسيطة يا جماعة لو في اي حاجة في الكومنتات في الجروف اي حاجة هقدر اشرح لكم موضوع بسيط وبيش محتاج كلام ده كل. كان معكم يا ابن محمد من القناة ونقوم بر الى اللقاء في مزيد مشاهد القدمة ان شاء الله.